بذات اليوم في الخرطوم اجتماعات فريق عمل موأمة الاستراتيجية العربية لتنمية الزراعية المستدامة 2030 في مقر المنظمة العربية لتنمية الزراعية بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة وأكد مدير عامل منظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور إبراهيم الدخيري تطلع المنظمة إلى استراتيجية عربية لتنمية الزراعية ترتكز على الاستراتيجية الحالية والاستفادة من الدروس المستنبطة منها هذا مع الوضع في الاعتبار توجيهات استراتيجيات الدول الأعضاء إلى جانب التوجيهات الدولية والإقليمية وأشار إلى طموح المنظمة لخلق شراكات استراتيجية مبنية على أسس وآليات ومنهجيات جديدة تقوم على الشراكات وريادة الأعمال طبيعة التنمية الزراعية تدير ستة شبكات أساسية منها شبكة الموارد الوراسية للحيوانات والزراعة والمحاصيل الزراعية وكذلك شبكة للمراعي وشبكة للمرأة البدوية والريفية وشبكة للتسويق هذه الشبكات هي آليات ومنصات لانطلاق أعمال مصوبة للتغيير المطلوب في القطاع الزراعي وهي أيضا منصة لتبادل المعلومات الفنية والمعلومات العامة في خصوص العمل هذه الشبكات لذلك هذا الاجتماع محظور هذا وتعد المنظمة العربية أو تعد خططها السنوية في أطار البرامج السبعة للإستراتيجية العربية لتنمية الزراعية بما يتناسب مع الظروف السائدة والمستجدات والمتغيرات وذلك ما يتناسب مع الموازنات المالية المعتمدة بهدف الوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الغذائية وتحقيق التكامل الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ونفاذها إلى الأسواق العالمية تم تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوضع إيطار استراتيجي طويل الأجل للعمل العربي الزراعي المشترك وإعداد الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2025-2025 واستندت الاستراتيجية إلى الوصول إلى زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية في استخدام الموارد قادرة على تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي وتوفير سبل الحياة الكريمة للعملين في القطاع الزراعي بالتركيز على خمسة أهداف رئيسية طويلة الأجل شملت انتهاج المنظور التكاملي في استراتيجية الموارد الزراعية العربية والوصول إلى سياسات زراعية عربية مشتركة إلى جانب زيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان وتحقيق استدامة الموارد الزراعية العربية فضلا عن تحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية العربية كالة المنهجية بدأت بمراجعة ما حدث في المنظمة العربية منذ تأسيسها خلال 40 سنة الماضية وما حدث منذ البدء في تنفيذ الاستراتيجية 2005-2025 الإنجازات المشاكل التحديات التي هي على مدى كل هذه السنين تحديات تكون إقليمية تحديات عالمية تحديات مناخية تحديات اجتماعية وبموجب هذا التحديل لكل هذه التحديات قمنا بعمل دراسة مع العارفين المديرين الأسبقين وشواهد في المنطقة العربية في المنظومة الزراعية فتوجهنا لهم بأسئلة عينية وتعطينا رأيهم فيما توصلت إليه الاستراتيجية من إنجازات إذا كانت هناك إنجازات ومن إخفاقات إذا كانت هناك إخفاقات لكن نسبة للمستجدات الدولية والإقليمية والتطورات والتوجهات العالمية الجديدة وإنعكاساتها على الساحة العربية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أصدرت المنظمة قرارا يقضي بمواءمة استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة وتكييفها مع أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين عادة الدول الدول العالم كله ومن بينها الدول العربية وأيضا المنظمات العربية ومن بينها المنظمة العربية التنمية الزراعية عادة بيدعو استراتيجيات لتحكم العمل في المستقبل حتى يأتي عمل هذه المنظمات متسقا مع الدول العضاء ومحققا للأهداف اللي هي بنبغي أن نحن نحققها فوضعت استراتيجية المنظمة العربية التنمية الزراعية في 2005 وأقرت في 2007 وهذه الاستراتيجية بتتضمن سبعة برامج رئيسية و34 برنامج فرعي بتشمل تعريبا معظم نواحي الحياة الزراعية بدءا من نقل التقانات الانتاجية لتطول الاستثمارات لتطول مراتق الريف لحل مشاكل البيئية في المراتق الزراعية ورغم كل الجهود المبذولة في وضع رؤية مستقبلية تتماشى مع تطورات الاقتصادية والفنية والبيئية والعالمية للوصول إلى زراعة عربية مستدامة ذات كفاءة اقتصادية في استخدام الموارد وقادرة على تحقيق أحد أهم أهدافها المتمثل في الأمن الغذائي إلا أنه لا يزال هدفا بعيد المنال يصعب تحقيقه مشاهدين وليمزيد من التفاصيل ورحبوا بضيفي من الخرطوم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالإنابة البشمهندس رايد فايز سيد رايد مساء الخير مساء الورد أهلا وسهلا يعني بدءا سيد رايد إذا ردنا أن نقدم شرحا مبسطا لما هي الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة ما الذي نعنيه بذلك سيد الإستراتيجية زي ما اسمعنا من شوية هي عبارة عن إطار ومنهج عمل لعمل المنظمة خلال فترة الإستراتيجية اللي هي 2005-2025 والإستراتيجية فيها أدة مكونات فيها مكونات قطرية وفيها مكونات قومية مجموعة هذه المكونات حوالي 114 مكون هذه المكونات جزء منها مناطف الدول إنها تنفذه الدول نفسها تنفذه بشكل مباشر والجزء اللي بده تعاون الدول ما بين بعضها البعض ما بين بعضها البعض ده مناطب المنظمة وبشركاء التنفيذ يعني لما نوضعت الاستراتيجية نوضعت القطاع الزراعي العربي كامل بكافة الأشخاص المعنيين فيه سواء كانت الدول أو المنظمات العربية والدولية اللي شغالة في المنطقة العربية وزي ما سمعنا في التقرير الاستراتيجية فيها سبع برامج رئيسية هاي سبع برامج رئيسية غطت كافة محاول القطاع الزراعي العربي سواء في تطوير التقنات في تطوير التشريعات في تطوير القدرات البشرية وتنمية القدرات البشرية في تعزيز التجارة البينية ما بين الدول العربية في تنمية الريف في تشجيع بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية للمنتجات العربية هذه السبع المرامج الرئيسية كل سنة المنظمة في خططها السنوية بتأخذ ما يلائم الدول العربية منها طبعاً بتتم بالاستشارة مع الدول العربية لما بنجي بنضع الخطط السنوية تستشار كافة الدول العربية يطلب منها شو احتياجاتها ضمن هذا البرنامج وتوضع الخطط وتنفذ على أساسها إحنا من بدينا بتنفيذ الاستراتيجية وإحنا بنعمل تقييم سنوي رصد سنوي لماذا يحصل في الدول ضمن برامج الاستراتيجية وما تنفذها الدول من خلال هذه البرامج ونقوم بتقديم هذا التقرير حسب قرار القمة العربية اللي صدر في قمة الرياض بالألفين وسبعة للجمعية العامة للمنظمة اللي هي أعضاها وزراء الزراع العرب الاثنين وعشرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية نعم باش فهندس استراتيجية الفين وخمسة الفين وخمسة وعشرين كان من المفترض أنها استراتيجية طويلة الأبد ما هي المستقدات التي طرأت ويجعلت من هذه الاستراتيجية غير فعالة وبحاجة إلى تعديل حسب ما طرأت لا معلش يسمح ليها مش الموضوع موضوع فعالة أو غير فعالة هي الاستراتيجية فعالة بحمد الله حسب الفيد باك اللي احنا بيجينا من الدول يعني احنا من خلال رصنا الدول العربية استثمرت ما يزيد عن ثمانية مليار دولار في المشروعات اللي مضمنة في الاستراتيجية واذا بنحكي على الاستراتيجية مع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الدول العربية استثمرت حوالي ثلاثين مليار دولار وفاقة التوقعات اللي كنا احنا رازدينها بستة عشرين مليار دولار لكن هو الموضوع انه صار فيه مستجدات عالمية كثيرة منها ازمة الغذاء بالالفين وثمانية منها المشاكل البيئية اللي صارت التغيرات البيئية التطور التقن المتسارع اللي حصر في العالم كل هذه الامور بعدين اهداف التنمية المستدامة عشرين تلاتين الادارة الحالية للمنظمة واصحاب المعالي وزراء الزراع العرب في اجتماع الجمعية العامة اللي كان في المملكة الاردنية الهاشمية بشهر اربعة من العام الماضي قرروا انه لازم نرجع تريفزت هاي الاستراتيجية نشوف احنا وين اخفقنا نشوف وين كانت نقاط القوة تبعنا ونشوف شو المهددات وشو المتغيرات اللي حصلت من وقت ما وضعنا الاستراتيجية لليوم ونطلع باستراتيجية معدلة تشمل يعني تأخذ من كل هذه المكونات وتحسن في اداء المنظمة واحنا كمان نطلع كادارة عامة للمنظمة بقاة البروفيسور ابراهيم الدخير الادارة الحالية نطلع مش بس انه نطور الاستراتيجية لا كمان نطور في مناهيج عمل المنظمة زي ما اسمعت ممكن في الكلمة اللي عرضت في اللقاء نحن هلا عمانة بنحاول اننمي الشركات لانه لوحدك ما ممكن تشتغل لازم ننمي الشركات سواء مع الدول او المنظمات الدولية او العربية والاقليبية كلها حتى نقدر يعني نحقق انجاز افضل وملموس على الساحة هذا يقودنا باشوانديس الحديث عن الرؤية المستقبلية لسراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين والتي من ضمن هدافها زيادة القدرة على توفير الغذاء الامن للسكان هل حسب ما ترى يعني تتوفر معينات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية ام هناك متطلبات اخرى يجب توفيرها لا اكيد هي المنظمة لوحدة ما رح تقدر تعمل العمل هذا العمل هو عمل ما بين المنظمة زي ما ذكرت والدول والمنظمات العربية والدولية واللي احنا قريدي اعملنا شركات قوية معهم خلال الفترة الماضية وبدأنا ننفذ مشروعات مشتركة منها مثلا احنا جديد طلعنا بستراتيجية لتطوير قطاع التمور في الوطن العربي والكل بيعرف انه قطاع التمور قطاع كبير والدول العربية يعني بتشكل انتاج دول عربية 70% منه لكن هذا القطاع في عنده شوية اشكالات احنا هلأ وضعنا اطار استراتيجي جديد له رح نحرضه على المجلس تنفيذ القادم للمنظمة فيما تتعلق هذه الاشكالات باش فانميس في قطاع التمور بتفسد ولا في القطاع الزراعي في القطاع الزراعي يسيدي في القطاع الزراعي خلينا اقول يمكن من اكبر الاشكالات اللي احنا بنواجهها هي الاعتماد على الاساليب التقليدية احنا 80% من انتاجنا الزراعي بأتي من المزارع التقليدية من صغار المزارعين من الزراعات المطرية واللي هذي بتكون مدبدبة من عام لآخر احنا اشتغلنا كتير في الزراع المروي وفي الزراعات الحديث الأخرى لكن القطاع التقليدي ما تم استهدافه بالطرق اللي يجب انه تم استهدافها احنا بنأمل انه مستقبلا نركز على هذا القطاع لانه هو قطاع حيوي ورئيسي بالنسبة للزراعة في الوطن العربي هذا بالاضافة لتنمية الشركات لاستخدام نشر التقنات الحديثة اللي هي بتشجع الدول على انها تلائم ظروفها مع التغيرات المناخية العمالها بتحصل زي ما كنا حكينا قبل هالمرة في موضوع الزراعة الدكية والتقنات الحديثة في الزراعة هل مضيتم قدما باشمانديس في هذا الاتجاه في معارجة هذه الاشكاليات واستخدام التقناة الحديثة يعني احنا ان شاء الله على الطريق ان شاء الله لانه زي ما قلت لك ده ما مجهود المنظمة لوحدها المنظمة دورها انها تعمل بايلوت بروجيكس حتى تشجع على نشرة في باقي دول العربية هل انتبرضون عن هذه الشراكات التي تعقدونها؟ بالتقناة العربية خطت خطوات كويسة ممتازة في هذا المجال بمساعدة المنظمة وبجهودها الشخصية كمان هل انتبرضون باشمانديس عن هذه الشراكات بينكم والشركاء؟ اه ان شاء الله اذا ما هي التغييرات التي طرأت على استراتيجية 2005-2025 لتصبح موائمة لأهداف استراتيجية 2030؟ للأسف السؤال هذا ما بقدر أجاوبك عليها لانه لسه هي قيد الدراسي زي ما عرفت احنا اليوم مجتمعين وغدا وبعد غد على ماذا تنبني اذا دعنا نقول عفوا على ماذا تنبني هذه الاستراتيجية منطلقة من استراتيجية 2005-2025 لا نودع نتحدث بتفصيل عن ما تحوي احنا هلأ يعني اللي عملنا اليوم انه رجعنا الاستراتيجية كاملة حددنا الانجازات اللي تمت من خلالها حددنا نقاط الضعف نقاط القوة اللي ممكن نستند عليها المهددات هلأ بكرا الاخوان حيتقسموا لمجموعات كل مجموعة حتدرس سكتور معين من الاستراتيجية وتحط مقترحاتها فيه هلا بعد ما تخلص مجموعات العمل اللي هادسة موجودة كل شغلهم حيعمم على الدول حتى نأخذ الفيدباك تبع الدول شو رأيهم فيما توصلوا اليه الاخوان وبعدين نطلع بالاستراتيجية بشكلها المعدل الجديد وهذه يعني العملية يعني رح تأخذ شوية وقت بشفاندسة السودان من الدول ذات الإمكانات الزراعية الهائلة كيف يمكن أن نستفيد من البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية سيدي زي ما قلت لك احنا كمنظمة دورنا في هذا المجال انه احنا نجيب التقانات الحديثة نعمل بايلوت بروجيكت فيها نعرضها على الاخوة المسؤولين والمعنيين في الوزارات من خلال هذه البايلوت بروجيكت ومدى النجاح اللي بتحققه الدولة بتأخذ منه ما تراه مناسبا لظروفها وتعمل على نشره يعني احنا دورنا تقديم التكنولوجيا ومن ثم الدولة نفسها اذا اقتنعت فيها تأخذها وتعمل على النشرات هل فعلا مضيتم خطوات في هذا الاتي قدمتوا التكنولوجيا لرؤية مستقبلية لتطوير الزراعة في السودان بينكم وبين القائمين على الامر على مستوى الزراعة في السودان والله احنا بدأنا خطوات عملية مع العديد من الجهات منها وزارة الزراعة منها جهات اخرى زراعية يعني اليوم كان في عنا اجتماع كنا عم نحكي على موضوع رياضة الاعمال ودخال التقنات الحديثة في القطاع الزراعي السوداني من خلال الشباب لسه اليوم كنا عمنا بنبحثه في اجتماع مع اخوان من دولة الامارات العربية المتحدة ومن جمهورية السودان هنا صنديق سودانية نعم هل تواجه الاستراتيجية العربية للتنمية بعض العقبات في سبيل تحقيق اهدافها على ارض الواقع اكيد مما لا شك في انه اي عمل عربي مشترك اي عمل جماعي فيه اكثر من جهة واحدة انفول فيه بيكون فيه احيانا عقبات يعني الظروف السياسية اللي سادت المنطقة بالفترة الاخيرة من 2011 ل2018 اكيد شكلت تحدي كبير على المستوى الداخلي ام على المستوى الاقليم لا على مستوى المنطقة العربية ككل اذا دعنا نختم بالحديث عن الامن الغذائي الذي يعتبر واحد من اهم الاهداف الرئيسة للبنظمة ما هو الاثر الذي حدثته الاستراتيجية في سبيل الوصول لهذا الهدف حتى اكون صادق معك احنا صعب نحكي اثر الاستراتيجية لوحدها لان موضوع الامن الغذائي هو موضوع يعني من عدة شغلات يعني احنا عنا الاستراتيجية عنا البرنامج الطارة للامن الغذائي اللي كنت ذكرته من شوية عنا اعلان الرياض للامن الغذائي العربي عنا برامج الامن الغذائي اللي موجودة داخل الدول نفسها فحتى تقدر تقيم اثر واحد عن الثاني صعب لكن بالمجمل انا بقدر اقول لك واللي هو من الريبورتينج اللي بيجينا من الدول اللي بنجمعها بشكل دوري حجم الاستثمارات العربية في الامن الغذائي من خلال البرنامج الطارة الى الامن الغذائي العربي اللي بدأ بالالفين ودعش انتهت المرحلة الاولى منه بالالفين وستععش كانت اثنين وثلاثين مليار دولار وده حجم استثمارات كبير مش سهل ومن خلاله قدرنا انه بحمد الله تعالى الدول العربية قدرت انه تنزل حجم الفجوة صحيح لسه ما وصلنا للمطلوب لكن على الاقل احنا نزلنا حجم الفجوة بالرغم من الزيادة السكانية الموجودة في المنطقة العربية وهلا في مرحلة تانية للبرنامج الطارة الى الامن الغذائي تم اقرارها في القمة العربية الاخيرة ده حيمتد من الفين وسبعتاش لالفين وواحد وعشرين احنا مستهدفين حجم استثمارات عربية بينية بسبعة وخمسين مليار دولار في مشروعات الامن الغذائي العربي نعم مدير العام للمنظمة العربية لتنمية الزراعية بالانابة مهندس رايد فايز اشكرك جزيلا كنت معي على الهواء من الهرطوم العفو يا سيدي شكرا لكم على اهتمامكم في قضايا الزراعية شكرا كثير اشكرك شاهدين عقب الفاصل نتحول الى اخبار الولايات الاقتصادية اشتركوا في القناة